ينضم إلينا من واشنطن مراسل الغاد عمار محمد عمار ما تفاصيل الحالة الوبائية اليوم في الولايات المتحدة وماذا عن الإجراءات الجديدة المتخذة أهلا كاتران طبعا الولايات المتحدة سجلت خلال الأسبوع الأخير من يوليو خمسمائة ألف وثلاثمائة واثنين وثلاثين حالة في أعلى معدل وهي بمقدار زيادة مئة وثلاثين بالمئة جل هذه الحالات كانت من متغير أو سلالة دلتا في الولايات المتحدة الأمريكية مع هذا ما زال السيديسي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة تؤكد أن تلقي اللقاح هو أفضل وسيلة لمواجهة هذا الفيروس هنا في العاصمة الأمريكية واشنطن فرضت العمدة عمدة المدينة مورل باوزر ارتداء الأقنعة في الأماكن الداخلية اعتبارا من يوم غد السبت في العاصمة وسيصبح هذا الأمر ساري المفعول نعم كاتران ما نسبة الإقبال على اللقاحات يعني الرئيس بايدن كان قد أشار إلى تحفيذات مالية بقيمة مئة دولار طلبة من عمدة الولايات تقديمها للمواطنين للتشجيع على التلقيح ما نسب التلقيح اليوم في الولايات المتحدة؟ كاتران الولايات المتحدة تلقى ما مقداره 49% من الأمريكيين الجرعتين الكاملتين على المستوى الوطني في الولايات المتحدة و57% تلقوا جرعة واحدة من اللقاح طبعا مئة دولار هي ليست رقما هنا في الولايات المتحدة لكنها مؤشر على أن الحكومة تسعى لتحفيذ المواطني الأمريكيين على تلقي اللقاح لكن هناك مخالفات أخرى صدرت لربما من بعض الهيئات الفيدرالية فيما يتعلق بالحدود الجنوبية حيث أطلقت الإدارات الفيدرالية أكثر من 50 ألف مهاجر دخلوا بشكل غير شرعي إلى المدن وكما هو معلوم أن هناك نسبة كبيرة منهم لا يريدون تلقي اللقاح لا يرتدون الكمامات وهذا بحسب أيضا تصريحات المؤسسات الفيدرالية وهو ما أثار الاحتقان ما بين الجمهوريين والديمقراطيين أود إشارة أيضا إلى أن الولايات المتحدة مرسل الغد عمر محمد شكرا لك وصلت الصورة